وعد تقول الصلاة على السجادة التي فيها صورة الكعبة جحس بالإنسان أن يجتنب المواطن والثياب التي فيها رسوم لألا تشغله في أثناء صلاته سواء كانت رسوما للكعبة والطائفين والمباني التي حول المسجد الحرام أو غير ذلك من أنواع الصور لألا تكون من أسباب اشتغال الإنسان بالتفكر في هذه الصور عن معاني ما يقرأه فإن العبد مطالب بأن يتفكر في الآيات التي يقرأها والأذكار التي يقولها في أثناء صلاته